على خلفية تزايد أعمال العنف خلال الاحتجاجات وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المتظاهرين طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد لا توجد حتى هذه اللحظة أي استجابة لمطالب المتظاهرين الاستجابة الوحيدة هو مزيد من أطلاق النار ومزيد من قنابل الدخان الحوارات ما زالت حتى هذه اللحظة هي تبتعد كثيرا على المطالب الحكومة باقية البرلمان باقي المبادرة تهدف إلى مبادئ وإجراءة وإصلاحات على المدين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة من خلال الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها حماية الحق في الحياة وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وفقا لما كف له الدستور الحكومة ستواصل عملها وسعيها لتفريق المتظاهرين من كل مكان وواضح جدا أن السلطات الأمنية جادة بأن لا تسمح للتظاهرات خارج ساحة التحرير حتى تضمن سلامة المتظاهرين وتضمن سلامة المطالب وتضمن حرية التعبير وفق الدستور ولا تتهم بأنها قامت باستهداف المتظاهرين إذا ما تم استهدافهم من طرف آخر مرجعية النجف عبرت عن قلقها من عدم جدية القوى السياسية حيال القيام بعملية الإصلاحات مؤكدة على سلوك طريق آخر إن لم تكن السلطات قادرة أو لا تريد تحقيق مطالب المتظاهرين فراس الدليمي قناة الفلوجة بغداد